أحمد المستكشف الشاب يغامر في الغابة المسحورة المليئة بالأشجار القديمة والمخلوقات السحرية بينما يتعمق أحمد في رحلة أعمق يكتشف بوابة خفية تؤدي إلى عالم من الألغاز الأسرة فيديو النهاردة هنتعلم كيفية إنشاء قصص رسوم وتحركة أنيميشن بالذكاء الاصطناعي لفيديو أنيميشن كامل عن طريق أداة جديدة بالذكاء الاصطناعي تحول النص والصور لفيديو زي المثال اللي شفتوه في أول الفيديو أو زي الفيديو اللي بتعرض قدامكو دلوقتي اللي عمله أحد المصممين الكبار بنفس الأداة وزي ما عودناكم في القناة إحنا مش مجرد بنشرح الأداة لأ أنا بحاول أوصل لكم فكرة كاملة من البداية للنهاية عن طريق توظيف أكتر من أداة مع بعض لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وإنتوا ليكم حرية الإبداع لعمل أفكار أفضل في البداية بفكركم بالاشتراك واللايك والشير لأن ده بيساعدنا على الاستمرار في تقديم محتوى أفضل يلا بينا نبدأ الفيديو الأداة اللي حنتكلم عليها النهاردة هي أداة بيكا لابس لتحويل النص إلى فيديو أو لتحويل الصور إلى فيديو علشان أشترك على الموقع لازم يكون عندي حساب على منصة ديسكورد أول حاجة هعملها أن أنا أحكلك على جوين بيتا وبعدين هيفتح لي اكسبت انفايد لو أنا ما عنديش حساب على ديسكورد ممكن أعمل علي حساب منطقة سهولة هفتح ديسكورد دوت كوم وبعدين عمل لوجين وبعدين ريجستر وابتدي أن أنا أملى البيانات بتاعتي هضغط على اكسبت انفايد هيدخلني على الصفحة الرئيسية لأداة بيكا لاب على سيرفر ديسكورد بيكا لاب بتشتغل على ديسكورد زيها زي ميت جيرني فيحتاج أن أنا أكتب البرومبت بطريقة معينة وده اللي حنشرحه دلوقتي اللي قدامنا ده مثال اللي برومبت ممكن نكتبه في بيكا لابس البرومبت بيبتدي بكلمة create prompt وبعدين البرومبت كله مكتوب ما بين القصين دول زي ما احنا شايفين طب فيه بقى شوية رموز هنا مكتوبة هنا دي فايدتها ايه gsd اختصار guidance scale أو مقياس التوجيه كل مكان أعلى كل مكان مرتبط أكتر بالنص اللي انت كتبه يفضل ان الرقم يقوم ما بين 8 و 24 dash neg دي بيجي بعدها الكلمات أو الحاجات اللي انا مش عايزها تظهر في الفيديو ده اللي هو الnegative prompt يعني dash ar اختصار aspect ratio اللي هي الابعاد 16 9 ده الفيديو العريض بتاع اليوتيوب 9 16 ده الفيديو بتاع الشورتس وهكذا dash seed وبعدين بيكتب بعديها رقم كل الفيديوهات اللي بتحتوي على نفس seed number بتبقى بنفس النمط dash motion وبعدين بيكتب رقم من 0 إلى 4 يعني ده انت عايز مقدار الحركة في الفيديو تبقى قدقي حدما تعلمنا ازاي نكتب prompt هناخد بقى البرومبت ده copy كده وبعدين نرجع على discord لو طلعت لنا مسجيه هدوس على الزرار ده وبعدين اقول له i agree وبعدين اوكي مفروض عشان نبتدي اعمل فيديو اختار غرفة او روم من العشر غرف الموجودين عندي على الشمال دول هاختار مثلا الروم رقم اثنين ده هلاقي بقيت اليوزرز اللي بيعملوا فيديوهات في نفس الروم دي هبتدي انه نقف هنا وبعدين اقول له paste وبعدين enter هيبتدي يقول ان هو بيعمل الفيديو بتاعي الفيديو ممكن ياخد اهل من النص دي عشان يخلص بعد ما خلص الفيديو بتاعنا ادي منظر الفيديو الراجل العجوز اللي ماشي في الشارع والشوارع بتحترك زي ما احنا شايفين كده لو انا حبيت ان اعمل اكتر من نسخة تانية من الفيديو بادوس على الزرار ده ادي مرة وادي اتنين بكده نسختين من الفيديو ده لو نزلت تحت خلص كده على ان هو ابتديت ان انا دخلت فين هو يعمل الفيديوهين دول الفيديوهين اللي انا طلبتهم ادي نسخة زي ما انت شايفين اهي من منظر ده وادي النسخة التانية نيجي بقى للجزء المهم جدا من الفيديو وهو استخدام شات جي بي تي في كتابة البرومبت اللي انا هعمل به القصة الانيميشن المتحرك انا جهزت لكم ملف وورد فيه برومبت جاهز هو ده اللي هنستخدمه الملف ده هسيبه لكم في صندوق الوصف هنلاقي فيه اتنين برومبت البرومبت الاولاني اللي هو من هنا لهنا ده بعد هنا ده وظفته ان انا بضرب شات جي بي تي على كتابة برومبت متشابه يعني انا هخليه يكتب لي القصة على اكتر من برومبت بس انا لازم اضربه الاول ان هو يكتب برومبت متشابه وكمان كاتب له الحاجات اللي هو ممكن يكتبها لي في كل برومبت زي مثلا سيد نمبر والأسبكت ريشيو البرومبت التاني ده بقى هو ده اللي انا هستخدمه لعمل من قاطع الفيديو دعالوا نشوف نقدر نعمل الكلام ده عملي على شات جي بي تي ازاي هاخد البرومبت الاولاني كوبي وبعدين اجي في شات جي بي تي وولو بيست وبعدين انتر هنزل تحت كده هو هنا مستني مني تي وورد او كلمة علشان اضربه عليها فانا هنا مثلا هكتب له قصة عن الصداقة ده مش عنوان القصة بتاعتي انا بكتب له ده علشان اضربه هيما هو امطلع لي تلاتة برومبت تجربة انا كده قدرت ان انا اضربه على كتابة البرومبت ارجع بقى للورد فايل بتاعي تاني وحنزل واخد البرومبت التاني كوبي وبعدين اجي في شات جي بي تي اقول له بيست هنا بقى المرة دي هكتب عنوان القصة بتاعتي او عنوان الموضوع بتاع الفيديو بتاعي انا هنا مثلا اخترت عنوان قصة المغامر احمد في لغبة المسحورة طبعا هنا اقول له الاسبكت ريشيو 16-9 لان انا عايزه فيديو عريض لكن لو انا عايزه فيديو شورتس هعمل عكس 9-16 وبعدين هقول له سنت مفروض ان هو ابتدى يعمل لي حوالي من 10-15 برومبت ورا بعض مفروض ان انا لو قريت البرومبت دي هلقاها بيها علاقة ببعض في شكل قصة لو عايز اغير العدد ده في البرومبت التاني بدلا من 10-15 دي ممكن ازود العدد ده لعله ان نبتدى نجرب نعمل اول فيديو في القصة بتاعتنا وانا في شات جي بي تي هقول له كوبي كود في اول برومبت وبعدين اروح على بيكا لابس وبعدين اعمل بيست البرومبت ده بمنظر ده كده دوس انتر لادا هو بيقول لي انا بعمل لك الفيديو زي ما انت شايفين ده اول فيديو معانا في القصة يفضل ان انا اعمل اكتر من نسخة لكل فيديو علشان اختار منهم او ازود بيهم زمن الفيديو هعمل كده وادوس كده تاني عشان اعمل نسختين تانيين من الفيديو ده لو انا عجبني الفيديو ده هدوس على الزرار ده عشان اعمل ده وانلود اعلو كده عقبال ما الفيديوهين التانيين يخلصوا نتفرج على الفيديو ده كده ده الفيديو بتاعنا بالحجم الطبيعي ودول الفيديوهين التانيين هعمل لده ده وانلود وده ده وانلود وانا عندي مشكلة ان انا مش عايز كل الناس تبقى شايفة الفيديوهات بتاعتي وكمان ممكن تلاقي صعوبة في انك تلاقي الفيديوهات بتاعتك لان زي ما انت شايفين فيه زحمة على السيرفور او الروم اللي احنا موجودين فيها ممكن نتغلب على ده بان احنا ندوس على اليوزر بتاع بيكا لابس وبعدين من تحت هنا اقول له ميسج بيكا ممكن مسلا اقول له هاي عشان يفتح لي ويندو جديدة اعمل فيها شات مع البود ده الوحدي تعالوا بقى انجرب نعمل تاني فيديو في القصة بتاعتنا على الخاص ادخل على شات جي بي تي وعمل كوبي للبرومت التاني وبعدين ارجع لبيكا لابس تاني وبعدين بيست وانتر ولما هو طلع لي المسج دي يبقى هو كده ابتدى ان هو يعمل الفيديو بتاعي على الخاص ده الفيديو التاني زي ما انتوا شايفين كده ممكن اعمل منه بقى اكتر من نسخة زي ما اتفقنا قبل كده اقول التلات فيديوهات التانيين ده واحد منهم وده التاني وده الفيديو التالت زي ما نشايفين سعاب بيطلع حاجات جميلة جدا قبل ما نكمل بقيت مقاطع الفيديو خلينا اقول لكم على ميزة تانية وهي تحويل الصورة لفيديو في بيكا لابس كتجربة انا جيت في شات جي بي تي اخدت اول برومبت كنت عامله لبيكا لابس وجيت في بلاي جراوند اللي هو موقع تحويل النص الى صورة عملت بيست للبرومبت ده عشان اعمل بيه صورة للقصة بتاعتي بلا علي الاربع صور اللي انتوا شايفينها دي ممكن مثلا ناخد الصورة دي كتجربة واجه في بيكا لابس نجرب نستخدم اول برومبت التاني بس المرة دي بقى هدوس على علامة الامج دي او الصورة هدوس عليها كده وبعدين ابلود صورة اختار الصورة اللي انا عملتها بموقع الرسمي بالزكاء الاصطناعي بلاي جراوند من على جهازي وبالي اوبن وبعدين ادوس انتر هيبتدي ان هو يعمل لي فيديو بالبرومبت اللي انا كتبه مع مراعات الصورة اللي انا هتطاله تعالوا كده نشوف شكل الفيديو اللي هو عمله ده منظر الفيديو زي ما انت شايفين الصورة بقى متحركة الدوق متحرك نرجع بقى نكمل الفيديو بتاعنا احنا كنا وقفنا عند المقطع التالت هارجع لشاتج بيتي واخد المقطع التالت كوبي وبعدين ناجي هنا بيست وكمل ده في بقية مقاطع القصة واتأكد ان انا في كل مقطع عمل نسخة او نسختين بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين كده عملت عشر فيديوهات لعشر مشاهد للقصة وعملت من كل فيديو اكتر من نسخة يفضل ان انتوا لما تيجوا تحفظوا الفيديوهات دي ترقموهم عشان في مرحلة منتاج تعرفوا انهي فيديو بيتكلم عن اي مشهد من القصة الخطوة التالية هي اضافة التعليق الصوتي عن طريق تحويل النص الى صوت عربي احترافي في الخطوة دي هنستخدم برنامج ميكروسوفت كليب شامب البرنامج ده كنا اتكلمنا عليه وعلى الطريقة دي وملوش حدود هدوس على record and create وبعدين text to speech وبعدين اختار من اللغة عربك تونس طبعا احسن صوتين في البرنامج ده هو الصوت العربي التونسي والعوماني بعد كده هاخد النص بتاع القصة علشان احوله الصوت طب النص ده انا جبته منين بمنتهى البساطة دخلت على شات جي بي تي وبعدين اخدت الكلام اللي هو عملهولي في البرومبت copy وبعدين جيت على جوجل ترانسليت عملت له ترجمة هدي مثلا ده اول جزء عملت كده في العشر اجزاء لحد ما بقى عندي ملف كامل للترجمة بالعربي اخد بقى نموذج كده من هنا عشان اواريكو الصوت عامل ازاي احمدو المستكشف الشاب يغامر في الغابة المسهورة المليئة بالاشار القديمة والمخلوقات السحرية بعد كده حاوله safety media وبعدين اخد الملف ده وليه فوق الطايم لاين عندي وبعد كده export واعمل export الملف في الفيديو الخطوة الاخيرة هي خطوة منتاج قصة الرسوم المتحركة ودي هنستخدم فيها برنامج capcat اول حاجة هعملها ان انا هاخد كل الفايلات اللي انا عملتها في الخطوات السابقة الصوت والفيديوهات واحقوم نزلهم على برنامج capcat بالشكل اللي انتو شايفينه ده اول حاجة طبعا هاخدها ملف الصوت انا ملف الصوت عندي كان متسجل فيديو فانا هعمل right click عليه واقول له extract audio بعدين امسح ده بقى كده وبتدي ان انا اكبر الطايم لاين شوية بعدين ابتدي ان انا اسحب ملفات الفيديو ورا بعد ممكن في كل مشهد اضيف اكتر من ملف انا هنا نزلت فيديوهات كل المقطع الاول على التايم لاين عندي اللي احنا شايفين كده وبعدين ممكن ابتدي اضيف انتقالات خفيفة ما بين كل مقطع والتاني اعمل كده في كل المقاطع بعد كده انا عارف ان اول مقطع صوتي بينتهي في الجزئية دي هعمل ايه اختار كل الفيديوهات اللي عندي وانا دايس control هعمل click على كل الفيديوهات عشان اختارهم كلهم وبعدين من فوق هنا هادوس على speed وابتدي ان انا اخليها بدل one x اخليها مثلا two x ممكن اكبر او اصغر حسب الحاجة هعمل كل ده في كل مقاطع الفيديو اللي عندي انا هنا انتهيت من اضافة كل مقاطع الفيديو للقصة بتاعتي زي ما انت شايفين وكمان اضافت شخصية متكلمة بتسرد القصة لو عايزين تعرفوا الشخصية دي اتعملت ازاي فيه تلات فيديوهات لتلات طرق مختلفة لعمل شخصيات متكلمة زي دي بدون استخدام دي اي دي اضافتنا الشخصية للفيديو ازاي ده الفيديو بتاع الشخصية وبعدين هادوس على mask وبعدين هاختر شكل الدايرة هكبر الماسك زي ما انا عايز لحد ده ما اوصل للحجم المناسب ممكن بقى ارجع ادوس هنا تاني وبعدين اصغر الفيديو وبعدين ااجي انقله هنا كمان انا ممكن استخدم برنامج cap cut عشان اضيف شوية مؤسرات للفيديو يعني مثلا ممكن اضيف الـ effect بتاع magic frame ده وده بيديني الشكل ده الفيديو ممكن كمان اضيف الـ effect بتاع verbal mist ده وده حايديني شكل الدخان البنفسي اللي انتو شايفينه تحت ده هكبر بقى الاثنين effect دول عشان ياخدوا كل زمن الفيديو بعد ما بخلص كل التعديلات بقول له export عشان احفظ الملف على جهازي وده مثال لجزء تاني من الفيديو في الغابة المسحورة يصادف احمد بوما حكيمة تصبح مرشده وصديقه في رحلته يجب ان يحل احمد الالغاز المعقدة لكشف اسرار الغابة الفيديو اللي عملناه كان مثال بسيط لكن انتو تقدروا تعملوا حاجات احسن من دي بكتير ممكن تعملوا فيديوهات من صور مولدة بمواقع الرسم بالزكاء الاصطناعي زي ميت جيرني او ليوناردو هتحصلوا على نتائج ممتازة طبعا لكم مطلق الحرية في التعديل والابداع اكتر على الخطوات اللي ذكرتها في الفيديو منتظر اراءكم وتعليقاتكم في الكومينس ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير علشان الكل يستفيد واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله